بعد سنوات عجاف في مخيمات النزوح نقل نازحون محافظة صلاح الدين قسريا إلى مناطقهم في قضاء الشرقاط بقرار حكومي قادمين من المخيمات المنتشرة في نينوى تمهيدا لعودتهم إلى مناطقهم ليواجه النازحون هجمات بالقنابل والأسلحة الرشاشة في هجوم هو الثالث من نوعه خلال أيام يمطر مسلحون أحد المخيمات في الشرقاط بوابل من الرصاص بعد هجوم بالقنابل اليدوية دون تسجيل إصابات اختلفت الروايات بشأن منفذي الهجوم فالبعض يتهم سكان المحليين بالوقوف وراء الهجمات على مخيم النازحين أما دوافع الهجوم بحسب هذه الجهات هي رفض عودة النازحين إلى مناطقهم واتهامهم بالصلة بتنظيم الدولة بينما يرى آخرون بأن الهجمات الأخيرة مدبر لها من قبل جهات متنفذة ومستفيدة من بقاء النازحين خارج مناطقهم لأهداف تتعلق بالتغيير الديمغرافي إذ يمثل هذا الأخير عاملا مهما في معركة انتخابات مجالس المحافظات وكسب أصوات الناخبين الهجمات على نازحي الشرقاط جاءت متزامنة مع احتجاجات نظمها بعض الأشخاص ترفض عودة النازحين إلى مناطقهم احتجاجات نقلت صحيفة العرب الجديد عن مسؤولين في مجلس محافظة صلاح الدين قولهم إنها لم تكن عفوية ويقف وراءها سياسيون لأهداف لها صلة بالانتخابات المقبلة معطيات وملابسات تدفع لطرح تساؤلات بشأن هوية المهاجمين المدججين بالأسلحة الخفيفة والنوعية لا سيما وأن معظم المعتدى عليهم أطفال ونساء روعوا في خيامهم وهم مطالبون بدفع جريرة غيرهم إن ثبتت فعلا تهمة صلتهم بتنظيم الدولة مثل ما يروج آخرون مخاطر وفوضى لطالما حذرت منها منظمات دولية مثل الأمم المتحدة وهيومن رايتس ووتش التي أكدتا وجوب أن تكون عودة النازحين لمناطقهم طوعية لا قسرية فضلا عن ضرورة تهيئة الظروف المكانية والزمانية بعيدا عن صوت السلاح وترهيب الميليشيات الخارجة عن سيطرة الحكومة إن وجدت الأخيرة أساسا ترجمة نانسي قنقر